السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين الكرام متابعين قناة بلكونة جاردين لتعليم الزراع المنزلية بابسط الطرق. اه النهاردة هنتعلم طريق التسمين للنباتات بشكل طبيعي من غير استخدام اي مواد كيميوية. وهو تسميد النباتات بتفل الشاي. اه طبعا اغلب الناس سمعت او او ممكن يعني تعرف ان الطريقة اللي هو مسلا انت بتشرب كوبات شاي او كوبات قهوة بعد ما بتخلصها بترمي البواقع دي في في الطربة. طبعا دي طريقة غلط. طيب ايه هي الطريقة الصح? دي ان شاء الله نتعلمها وبعد النهاردة في الفيديو. كمان هاعرفكم التفل ده بيفيد النبات بايه بالزبط او ايه هي المكونات او العناصر الغذائية اللي موجودة في تفل الشاي. استنونا. ترجعنا لكم تاني ومشي طول عليكم بالفيديو طبعا اه مبداية كده هنحتاج كوباية مية. في الحجم ده تقريبا. وهنحتاج شاي ناشف. طريقة وهندوبهم وهنسيبهم حوالي نصف ساعة. بعد طبعا بنسيبها نصف ساعة او او ممكن نسيبها ساعة يعني كل ما هنسيبها اكتر كل ما اهتدينا يعني النتيجة احسن هنجيب طبعا من مصفية جوباية تانية وهنصفي اللي احنا عملناه. ما ينفعش ان احنا نحط الطفل ده تاني كده خلاص. هناخد بقى الكمية دي. كمية الصغيرة دي. وهنضيفها على لتر مية. بعد ما نعمل لتر مية هنضيفه للطربة بشكل مباشر مش هنرش على الورق عشان خاطر ما يسببش اي مشاكل فطرية للنبات. اه دي كانت طريقة التسميد. اه هعرفكم بقى ايه هي العناصر الغذائية اللي موجودة في طفل الشاي. هو اول عنصر طبعا اه النيتورجين هو ده المسؤول عن اغضراء الورق وكسافة الورق. وموجود في عناصر تانية زي الماغنيسيوم وزي الحديد وزي الفوسفور. اه ده كان درسنا النهاردة ويا رب بيكون درس مفيد وآه ويكون عجبكم. اه ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك لقناتنا. دومتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.